يعطيكم العافية برضو للطلاب اللي طلب مني عادة درس التضفق المغناطيسي طبعا التضفق المغناطيسي بنرجع بس نعيده بشكل سريع هو عدد خطوط غين أنا مهتم بعدد خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق وحدة المساحة بشكل عمودي على المساحة هذا موضوع بشكل عمودي على المساحة رح نأجده شوية عبر المدروس خيمة ثيتة الزاوية طيب إذا أنا هون قاعد بحكي عن مساحة يا جماعة وبحكي هون عن غين خطوط المجال المغناطيسي ومن هون إجا القانون فايا تساوي غين جده للمجال المغناطيسي في ألف في جتة طبعا الزاوية أنا أشارح هون معا ожид القانون اللي هي فايا تضفق المغناطيسي يقاص بوحدة ويبار والتي تساوي تسلا دوت متر تبق لأنه هون يقاص الغين بالتسلا ويقاص الألف بالمتر تبق فتسلا دوت متر تبق تكافئ وقدة ويبار وحدة قياس فا بالنسبة لثية التزاوي انتبهوا على الزاوية هاي الزاوية بتكون محصورة بين اتجاه خطوط المجال المغناتيسي طلعوا وهي هون ركزوا معي شوي بين اتجاه خطوط المجال المغناتيسي قيIEL يعني عمود خارج المساحة حابة ارشكها على الورقة هاي هاي متجه المساحة عمود مستقيم يخرج من المساحة ويصنع معها زاوية 90 لا كمان ممكن أنا اطلق عليها اسم ثاني هزاوة المحصولة بين انتجاه خطوط المجال الماغناطيسي وبين العمودي على المساحة هو إما مسميه متجه المساحة أو مسميه العمودي على المساحة لا هاي قيمة الثاني لا قيمة كثير أنا قاعدة بدرس الربع الأول والثاني معنها ممكن تكون موجودة بأي ربع بس أنا هلا قاعدة بدرس ربع الأول والثاني عشان بس أرجيك الشغلة لان أنا حاط ان هاي الفاي بتحمل إشارة موجبة يعني تضفق موجب لما أكون أنا بالربع الأول لأنه اجت بالربع الأول أصل أصلا إشارته موجب فأنت هم تعود قيمة موجبة فبطلع التضفق موجب شو معنى الموجب؟ يعني خطوط مجال تخرج من الملف تمام؟ في حالة تضفق كان سالب يعني كنا إحنا في الربع الثاني أو الربع الثالث لما يكون اجتها سالب وأنا هم يعني مركز شوي على الربع الثاني بتكون خطوط المجال داخلة في الملف إذن أستاذ التضفق يحمل موجب أو سالب تبعا فهو كمية قياسية قد يحمل إشارة موجب أو سالب تبعا لثيتة الزاوية اللي ندرسها الآن أنا حاط شوية أمثلة هنا على حالات ثيتة أنا بدرس قاعد بقيمتها العظمى وبقيمتها الصغرى وبنس قيمتها العظمى ففي دراسة أنا أول حالي قاعد بحكي أنه راسم العمودي على المساحة وراسم خطوط المجال لاحظ أنه عدد خطوط المجال اللي بتخترق المساحة إذا بدك واحدة ثلاثة لأربع يعني أربع خطوط قاعد تخترق المساحة عدد الخطوط اللي بتخترق المساحة نسبيا كبير هلأ لاحظ الزاوية الآن الموجودة بين أو المزروعة بين العمودي على المساحة وبين غين خطوط المجال زاوية سفر فما تكون الزاوية سفر وحط هون جتها سفر جتها سفر كم بتطلع؟ واحد فعشانك تضفق بصير ساوي غين في ألف هاي الجواب هلأ بديك برضو تلاحظ الزاوية المحصورة بين غين والملف هاي الملف وهي غين خطوط المجال فالزاوية بينهم تسعين كم مرة بعيد بين العمودي أو متجه المساحة والمجال سفر بس بين الملف الملف هاي وجاي هيك يا جماعة وهي خطوط المجال تجاهها فبين الملف نفسه وبين خطوط المجال الزاوية كم تسعين هلأ أنا كنت أحكيكم أنهم في طريقة أنه إذا أعطاني الزاوية في السؤال بين غين خطوط المجال المغناطيسي والملف لا تكبل فيها بين الملف أو قل لك في السؤال المساحة أو قلت لك في السؤال اللفات أو إلى آخرين هاي ما بنقبل فيه احنا بدنا الزاوية بين غين ومتجه المساحة أو غين والعمودي على المساحة بس يعطيني غين والملف ما بقبل فيها بأخذ متميمتها للتسعين بحسب الدراسة اللي بدروسها يعني لو كانت الزاوية تلاتين بين غين والملف ما بقبل فيها بأخذ زاوية كم ستين خانشوف هون هون طبعا هاي العمودي على المساحة وهي خطوط غين المجال المغماطيسي لاحظة أن الزاوية بينهم تسعين وجدت تسعين وصاوي صفر فأنا كاتب هون تضفق بقيمته الصغرى هلا إذا درست الزاوية بين الملف هاي الملف خطوط المجال ماشي معه فمتوازيين هلا إذا زاوية منهم يعني بدأ أحكي أنها تساوي صفر لأنه الثنين ونحاط هون ملاحظة كمان انتبه إنه الزاوية اللي كانت بين غين والملف تساوي صفر هون إذا طلعتوا شوية عبر رسمي هون خطوط المجال المغماطيس وهي العمودي لاحظوا الزاوية بين العمودي وبين خطوط المجال المغماطيس ستين بتكون الزاوية بين الملف وبين خطوط غين كم تلاتين هذا عشان هي حكتلك هون موضوع المتهمة انتبه إلو إذا هلا بمضيعه أنا هون بس الإشي اللي بننتبه له اللي هو الزاوية ثتة غين بعوضها بستسلة بعوض ألف بالمتر تربيع وانتبه للثتة الثتة هاي لازم تكون كمان ربعي بين غين ومتجه المساحة أو إذا بدك بين غين والعمودي على المساحة أما إذا عطاك الزاوية بين غين وملف أو الزاوية بين غين والمساحة لا تقبل فيها هاي مش مقبولة هاي المقبولة طرح رح بيين معي شو هلا بأمثلة وارجيكو إياها رح بيين معي شو الموضوع وحفظة لم هون جدة تضفق المغماطيسي في حالات التالية ملف مساحته 2 سنتيمتر تربيع يخترق مجال مغماطيسي منقداره 5 تسلة بحيث خطوط المجال المغماطيسي تصنع مع الملف ركز خطوط غين مجال المغماطيسي تصنع مع الملف أستاذ أنت هستقلت لي إذا مع الملف مش مقبولة أنت بدك بين غين ومتجه المساحة العمودي على المساحة لعد هاي الثلاثين يجو معها مرفوضة ما منوخدها تمام بنوخوا متيمة هاي الثلاثين طبع متيمة الثلاثين للتسعين هي ستين درجة فثيتة تساوي ستين طبعا أعطاني هون معلومة صغيرة عشان بس تنتبه خارجة منه يعني شيء أتكد لك أنه التضفق يحمل إشارة موجبة يعني زاويتك بالربع الأول تمام فإذا حسبت في التضفق فهي تساوي غين في ألف في جتة ثتة قيمة غين مجال المغماطيسي 5 ألف مساحة المقطع 2 في عشر قول وسالب أربعة وعندنا جتة زاوية جتة الستين جتة الستين طبعا يا جماعة منعرف أنه يساوي نص 2 بسط ومقام فالجواب خمسة في عشر قول وسالب أربعة ويبر نشوف نفاذ ثاني ملف مساحة واحد سنتيمتر تربيع يخترقه مجال المغماطيسي مقداره 2 تسلة بشكل يعامد الملف ستوب أستاذ أنت بحكي لأن خطوط المجال ما تستخطرق هاي مجال المغماطيسي غين بشكل يعامد الملف يعامد يعني الزاوية كم؟ تسعين والملف مرفوضة احنا ما بنقبل الزاوية بين مجال المغماطيسي وملف بدنا نزاوي بين المجال المغماطيسي والعامودي على الملف مش يعامد العامودي على الملف أو متجه المساحة فبالنسبة لهاي الزاوية هيك مرفوضة لازم نخم تمتها متمت تسعين طبعا تساوي صفر في طلاب راح يتحيروا بين صفر وبين زاوي ثاني 180 لأنه هاي بتعطيك تضفق يحمل إشارة موجبة أنه جطة الصفر يساوي واحد و180 جطة 280 يساوي سالب واحد فتضفق هون سالب عشان هيك زودك بمعلوم ولازم زودك فيها إنه داخل أو خارج فإذا السؤال ما في رسم زي هيك سؤال نصي لازم يقولي داخل أو خارج عشان أعرف أحط موجبولة سالب طبعا داخل فيه منعرف نه لازم الجواب يطلع سالب للتضفق فأكيد راح أختار خيار الزاوية 180 بعيد متميمة الزاوية يعامد طبعا تسعين هذا بين غين وبين ملف مرفوضة فأخط متميمة التسعين اللي بكل بساطة حكيت تسعين نخص تسعين كم تساوي يا جماعة صفر فالزاوي صفر هل أنا دحل عصر الصفر بس لما لقيت كلمة الداخلة فيه لا قلبت الصفر كلها أعطتني 180 لو عكسها يعني دقطت لها كاني 180 عكسها تماما صارت 180 فالتضفق يساوي غين مجال المغناطيسي 2 ألف واحة في عشرة قوة سالب أربعة في جتة المية وثمانين طبعا جتة المية وثمانين ساوي سالب واحد فسالب 2 في عشرة قوة سالب أربعة ويبر طيب هون يا جماعة بذكر بشغلة بس أنه لازم نتعلم كيف نحسب إشي اسمه التغير في التضفق المغناطيس راح نحتاج له قدام وهو المعدل كمان الزمني للتغير هذا معدل زمني يعني أضفنا أو قسمنا على دلتا زين لا تعتمد فاي على ثلاث حوامل يا جماعة على غين وعلى ألف وعلى ثيتة الزاوية فإذا تغير أحدها أو كلاها أو كلها طبعا في السؤال تتغير مقدار فاي ممكن يكون تغير سبب وتغير غين مع الزمن فإذا بدأ حسب دلتا فاي على دلتا زين هي تساوي دلتا غين على دلتا زين هون بيكون سبب تغير فاي هو تغير غين المجال المغناطيسي وهون سبب تغير فاي هو تغير ألف مساحة المقطع وهون سبب تغير فاي هو تغير الزاوية بس بديك تنتبه لشغلة لما تطرح دائما غين 2 ناقص غين 1 يعني غين النهائية ناقص غين الابتدائية دائما أثناء الطرح انتبه بس للملاحظة هاي وانتبه للمقطة هاي هلأ يعني أستاذ دلتا غين ممكن تطلع موجب أو سالبة آه ما عندي مشكلة هلأ دلتا غين طلعت موجب أو سالبة بتأثر على دلتا فاي فدلتا فاي قد تكون موجب أو سالبة تمام؟ موجب يعني فيكون عندي زيادة بتضفق يعني بيكون يا جماعة الفاي 2 ناقص فاي 1 إشارته موجبة بمعنى فاي 2 أكبر من فاي 1 يعني زاد التضفق ولما تطلع دلتا فاي تحمل إشارة سالبة معناته نقصان بالتضفق فبتكون فاي 2 ناقص فاي 1 تحمل إشارة سالبة يعني بمعنى آخر فاي 2 أقل من فاي 1 طيب نطمئ لدراستنا بنا نحكي عن القوة الدافعة الحثية طبعا القوة الدافعة الحثية أنا هسا بتخصص في القوة الدافعة تتولد قاعدة في الملفات فقافتها دلتا ساوي سالب نون دلتا فاي عدلتا زين يا جماعة دلتا فاي عدلتا زين هاي هي تغير التضفق بالنسبة للزمن اللي هسا احنا كنا نشتغل فيه مع بعض اللي قد يحمل إشارة موجبة وقد يحمل إشارة سالبة ونون هي عدد اللفات وبظل عند الإشارة السالبة هاي الإشارة السالبة أول كلمة كتبها أنا قاعدة لنز لأنه احنا قلنا القوة الدافعة الحثية تنشأ بحيث تقاوم مسبب لها من سببها دلتا فاي فإذا دلتا فاي بتقل أو التضفق قاعد بقل تنشأ القوة الدافعة بإشارة موجبة عشان تقاوم النقصان بالزيادة وإذا كانت دلتا فاي تحمل إشارة موجبة تنشأ قوة الدافعة الحثية بإشارة سالبة لتقاوم الزيادة بالنقصان أنا هون حات رسم سريعة وأرجيك بس العلاقة بين فاي والزمن هون فاي في الفترة الأولى طبعا إذا حسبت الفترة الأولى دلتا فاي على دلتا زين اللي هو المعدل الزمني للتقاوم بتضفق بتحكيه الأستاذ يحمل إشارة موجبة أصلا علاقة ترضية وخطية عند زيادة وإذا حسب دلتا فاي على دلتا زين في الفترة البعديها هاي فترة واحد طبعا في الفترة رقم اثنين بالكل أستاذ تساوي الصفر هو يوجد تضفق في الفترة الثنين بس تضفق الابتدائي والنهائي متساويين فلما أوجد فاي اثنين نقص فاي واحد طلع الجواب صفر في الفترة الثالثة علاقة طبعا عكسية فبكون دلتا فاي على دلتا زين تحمل إشارة سالبة طبعا دلتا فاي على دلتا زين نجمعه هو الميلي في كل حال إذا حسبت هون قافة حدال رح تحمل إشارة سالبة لأنها تقام زيادة بالنقصان طلع موجب مضرب سالب طلع الجواب سالب هون رح أحكي لك أنه قافة حدال تساوي صفر لا تنشأ قوة دافحة حثية لأنه يبدأ تغير في التضفق وليس تضفق فاي بحد ذاته لازم يكون فيه تغير والمرحل الأخيرة دلتا فعلتا زين سالبة قافة حدال تحمل إشارة موجب تقام المقصان بالزيادة خلنا شوف بس السؤال هون بحكي في عنا ملف مساحته 2 سنة تربيع وعدد لفاته 100 لف تغير فيه المجال المغناطيسي من 2 تسلا ليصبح 1 تسلا خلال 1 بالعشرة ثانية طلع التغير بإيش بغير المجال المغناطيسي خلال 1 بالعشرة ثانية إذا علمت أن متجه المساحة موازن شوف السؤال لعنا هون فعلنا ملف مساحة هذا ملف 2 سنة تربيع عدد لفاته 100 لف تغير فيه المجال المغناطيسي 2 تسلا ليصبح 1 تسلا خلال 1 بالعشرة ثانية إذا علمت أن متجه المساحة موازن خطوط غيم فاجت قافة حدال طيب هلأ إحنا منعرف أن قافة حدال اتفقنا هي تساوي سالب نون دلتا فاي على دلتا زين ويا جماعة لازم نشوف مين لتغير في السؤال تغير المجال زي ما اتفقنا فعشان هيك بتعود سالب نون عدد اللفات في السؤال مية لفة عشرة قوة 2 بعدين تغير في المجال غين 2 ناقص 2 واحد غين كانت 2 تسلا فأصبحت 1 تسلا إذن غين 2 واحد تسلا ناقص 2 خلال فترة زمنية مقدارها واحد بالعشرة ثانية واحد في عشرة قوة سالب 2 فين؟ كمل أنا عشان أحط القانون بس اللي بدي يشوف هاي بدي أكتب هون يا جماعة قافة حدار تساوي سالب نون دلتا غين على دلتا زين ألف جتا ثان تعادي كتبت قانون تغير بالتضفق بس حددت أنه اللي تغير عندي مين؟ غين حسب السؤال على ألف مساحة المقطع في السؤال 2 سنت متر تربيع 2 في عشرة قوة سالب 4 في جتا موقف شوي أخذنا خبرة بهذا الكلام اقرأ في السؤال إذا علمت أنه متجه المساحة جاء بسيرة متجه المساحة أنا راضي خلص بأخذ اللي أعطاني إياها موازن لخطوط المجال موازن يعني الزاوية تبعتهم سفر هاي معنى كلمة موازن فينا صح تحكي لسفر أو مين وثمانين بس لو كانت مين وثمانين كمفروض بالسؤال حكى داخلة فيه هلا إذن السؤال ما وضح لك يعني حيبتك كانت لان سفر وبمين وثمانين راح أخذ حالة المين وثمانين يا إنه في رسم في السؤال لأنه يقول إنها داخلة فيه إيشان أخذ مين وثمانين فأنا راح أخذ تزاوية تلصفر منتج المساحة موازن موازن يعني صفر تجدت الصفر طبعا يساوي واحد عندي هلا عندي اتنين عندي سالب واحد أحكي إنه طبعا هاي لا تنسوا إنها سالب واحد جوابها وفيه سالب هون يا جماعة بسيل بإشارة موجبة فالجوابها بدقيين ثنين نشتغل قصص مع بعض عندي اتنين لما رفع لها السالب ثنين طبعا هاي واحد العشرة فأنا راح أحطها هيك وعفشقه سالب واحد رفعت سالب واحد صارت هاي موجب ثلاث موجب ثلاث وعندي سالب أربعة فعشرقه وسالب واحد هالقوات دافحة الثية طبعا نلاحظ قوات دافحة الثية تحمل إشارة موجبة فالسر تقاوم النقصان في التضفق بالزيادة وستعيني برسم بياني فرسم العلاقة بين قافة حدال والزمن خلال كل فترة زمنية طيب راح أتقسم فترات زمنية إلى واحد اتنين ثلاث وبننصم القوات دافحة الثية علاقتها مع الزمن طلع القوات دافحة الثية في كل مرحلة تساوي مرحلة واحد طبعا سالب نون الدلتا فاي على دلتا زين وتساوي أنا راح أعطيك هون نون في السؤال طبعا هي نقص في السؤال هزودتك فيها عشر قوة ثلاث لفة فابضي حط سالب عشر قوة ثلاث تعالوا على المرحلة الأولى تغير فيها التضفق من صفر فأصبح التضفق أو أخذ قيمة أربعة طبعا بدي أحكي قيمة النهائية اللي هي أربعة ناقص لابتدائي سفر في تضفق جمعة بالمايكرو ويبر فبدي أضرف عشر قوة سالب ستة على الزمن كان سفر أصبح الزمن واحد واحد ناقص سفر بوجد ميل قاعد واحد ناقص سفر وبرده الزمن مقاس بالملي ثاني فبضرف في عشر قوة سالب ثلاث طبعا لما أرفح إلى فوق بسرير أسس كلياتها رايحة مع بعض فجواب عندي سالب أربعة فولت لماذا قوة دافحة ثلاثية سالبة تقاوم الزيادة بالتضفق بالنقصة في مرحلة ثنين قافة حدال تساوي سالب نون دلتا فاي على دلتا زين بعتقد أنه ما رح سيبها كاملة لأنه بدور جيك تضفق هون أربعة وضل كمان عند نهاية فترة ثنين كمان أربعة فأربعة ناقص أربعة تساوي سفر فجواب سفر وهون حكينا لا تتولد قوة دافحة ثية إذا كان تغيب تضفق بالنسبة للزمن يساوي صفر مرحلة ثلاث قافة حدال تساوي سالب نون اللي هي عشر قوة ثلاث تغيب تضفق كان أربعة نزل للصفر فالصفر ناقص أربعة فعشر قوة سالب ستة عال الفترة الزمنية طبعا أربعة ناقص واحد تساوي واحد فعشر قوة سالب ثلاث فالجواب موجب أربعة فولت عشان نرسل علاقة بين قافة حدال والزمن رسمها كثير بسيط وحط صدات وحط السينات السينات نحط عليها فترة زمنية زين اللي هي هايه هون على السينات بنقل فترات الزمنية زين ما هي واحد اثنين ثلاث أربعة وبأجي على الفترة الزمنية الأولى اللي هي رقم واحد قوة دافحة الحثية كانت قيمتها سالب أربعة اللي هي فترة من سفر لحد واحد إذا من سفر لحد واحد قيمتها بالسالب هاي قافة حدال بالفولت قيمتها بالسالب سالب أربعة طول الفترة الزمنية كانت سالبة 4 فول فترة الزمنية من بعدها من 1 إلى 3 كان عندي قيمة قوة الدافع حثية 0 فالقوة الدافع انطبقة على المحور قيمتها على الصادات 0 والفترة الزمنية البعديها موجب 4 فهي عندي موجب 4 من 3 إلى 4 ثواني من 3 إلى 4 ثواني هذا اقتران درجة رسمت على قبلها بينقافة حدال والزمن إذن بنقول الزمن زي ما هو يا جماعة من السينات وبعدها قيم القوة الدافع حسبتها في كل فترة بس بثبتها على الرسم بعلاقة ثابتة في عنا يا جماعة القانون ثاني للقوة الدافع حثية يستخدم للموصلات المستقيمة بحكي القانون أن نقافة حدال تساوي لام عين غين طبعا إذا نتذكرين أنا كنت لكو القانون هاد أصلا لام عين غين جيب ثتة وهي الثتة الزمن صورة بين غين وبين عين طيب إذا انتعتمد قوة الدافع حثية لموصل على ثلاث عوامل لام طول موصل عين سرعة حركة الموصل وغين شدة المجال المغناطيسي اللي بدي سألني عن ثلاث تزاوي هاي وظيفتها هون بس لسؤال موجود بالكتاب حكتلكو عنه إنه لو كانت حركة الموصل عين سرعة حركة الموصل كانت توازي الغين خطوط المجال فمباشرة بتقول لي لا تتولد قوة دافعة حثية حسب القانون هاد طيب عشان حدد تجاه التارحثي منتولد فيه سلك مستقيم تمعنا حط مثال رح نحله بس أنا بحط النقاط الرئيسي الموجودة في هذا الدرس عشان حدد تجاه التارحثي منتولد فيه سلك مستقيم دائما هو باتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على شحنة موجبة يعني بتحط أنت داخل موصل شحنة موجبة تحدد تجاه القوة المغناطيسية هاي شحنة موجبة مثلا تتحرك بسرعة باتجاه مثلا اليمين في مجال مغناطيسي نحو الداخل ما عليك إلا أنك تستخدم قاعدة لديمنا إبهام السرعة، أصابع مجال، قوة المغناطيسية نحو الشمال أنا حدد تجاه القوى المغناطيسية من أول درس أخذناه فصل المجال المغناطيسي وراح تكونه نفسه تجاه في التيار الحيثي المتولد إلا إذا بدأ حسب القوى الخارجية اللي بتأثر على الموصل وتخلي الموصل يتحرك بسرعة هي تساوي نفس القوى المنصيمة أثر على سلك اللي هي تالة ملين جيب ثتة بس التيار بكونت فتحة الموصل مستقيم باستخدام قوى خارجية بتحرك نحو اليمين في مجال المغناطيسي عمودة على صفحة نحو الداخل في مقاومة هوم ربوطة في داخل الدارة قيمتها 2 أوم مجال المغناطيسي في السؤال 5 تسلا طول الموصل 5 سنتيمتر والسرعة بتحرك فيها 5 سنتيمتر كل ثانية مطلوب الأول جيد القوى الدافع حثية طبعا قافة حدال تسال لام عين غين هيك اتفقنا للموصل المستقيم وانت مزودني بلام طول الموصل 5 في عشقه وسالب 2 ومعطيني عين السرعة بتحرك فيها 5 في عشقه وسالب 2 5 في عشقه وسالب 2 طبعا سنتيمتر كنت انا حولت من سنتيمتر إلى متر تمام عين غين مجال المغناطيسي 5 5 في 5 هي 25 وعندي بخمسة هي 125 في عشرة قوى سالب 4 وحتى تقياس قوى الدافع حثية بقى اتجاه تيار حثي هاي ملاحفتك أستاذ قلنا عشان نوجد اتجاه تيار حثي نفرض جول موصل شحنة وموجبة نحط بهمنا مع القوى الخارجية بشمع عداء من القوى الخارجية هي نفسها تجاه عين السرعة بهمنا مع القوى الخارجية أصابع مع المجال بطلع القوى المناطقين نحو الشمال هي نفسها تيار الحثي يعني دوصب اتجاه تيار حثي في داخل هذا الموصل خانسمي هاي مثلا سين وصاد بحكيله من سين إلى صاد داخل الموصل أو برثنون الرسمي هيك صغيرة بقول له هاي الموصل وهي قوته الخارجي وهي مجالة وكله هي اتجاه تيار الحثي هذا كان فرع ألف فرع باجيم هلا جد مقدار التيار الحثي في داخل هذا الموصل بس تخدم معادلة بسيطة كثيرة بتحكي أن التيار الحثي يساوي قوة الدافع حثية على قيمة المقام الكهربائية تشبه معادلة الدارة بسيطة إذن هنا نزود حالك أنه غير حساب القوة الدافع حثية سواء في هذا القانون أو في هذا القانون كلهما يحسب القوة الدافع حثية ويمكن بعدها أنك تحسب بالتيار الحثي بأن القوة الدافع حثية على مقام وهو نفس الكلام تيار الحثية سواء قوة الدافع حثية على مقام انتبه هاد لملفات تحتوي عنون عدد لفات وهاد لأسلاك مستقيمين تحتوي على لام طول قوة الدافع حثية حاسبين ها 125 في عشرة قوة سالب أربعة على اتنين اللي هي قيمة المقام الكهربائية طبعا هاي هون خمسين ستين اتنين ستين ومص وذا بدخل لي هاي 125 على اتنين في عشرة قوة سالب أربعة امبير في فرع دان جد القوة الخارجية مؤثر على موصل هاي ملاحظة الثانية جماعة هون اذا حبيت تحسب القوة الخارجية بتأثر على الموصل فهي نفس القوة منتصية بتأثر على سلك فبقول له قاف خارجية هي تساوي قوة منتصية مؤثر على سلك يعني تافت حالام غين جيل ثتة وتساوي تيار الحث 125 على اتنين في عشرة قوة سالب أربعة وفي عندي لام طول الموصل خمسة في عشر قوة سالب اتنين وفي عندي غين شدة المجال المغناطيسية خمسة تسلا هاي خمسة طبعا في جيب الزاوية المحصورة بين تيار الكهربائي وبين غين طلع التيار نحو الشمال غين تبعك نحو الداخل فالزاوية او جيب التسعين هيك منكون حسبناه القوة خارجية وبتمنى منطلع بلعندهم مشاكل لسه هون انه نحل جميع أسلت الدوسية جميع مسائل الدوسية ضرورة الحل شكرا لكم